أيضاً توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بشكر والعرفان لمصر لدعوتها لقمة السلام وخلال كلمتي أكد السوداني أن الاحتلال أظهر وجهه الحقيقي بمذبحة مصرشف المعمداني التي تعد قريمة حرب متكاملة أتقدم إلى الشقيقة مصر بالعرفان والتقدير لدعوتها إلى هذا الاجتماع في ظرف عصيب شديد الوطن يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمدانية التي أظهر فيها الاحتلال الصهيوني وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء